بعدما أوكلت الحكومة للمديرية العامة لجمارك مهمة التحقيق في الأسعار الحقيقية للمركبات أقل من ثلاث سنوات التي سيسمح باستيرادها مطلع العام الداخل أوضح مختصون في سوق السيارات أن مديرية الجمارك ستستعمل برنامج أرغيوس الذي يضع سلما تقييميا لأسعار مختلف السيارات وذلك تفاديا لتضخيم الفواتير ومن ثم تتوسيع ظاهرة تهريب العملة إلى الخارج أو الخفض المتعمد للمواطنين لفاتورة السيارة تفاديا لدفع القيمة الحقيقية للرسوم الجمركية الجمارك عندها طريق تمشي به عندها سولم تمشي عليها دوك إذا كان زالتك بالسيادة تنحقق كيف البرهان البرهان هنا هو والدفتر للرقيمة الأوروبي ودوك الحمد لله كان الانترنت تقنع بكل سهولة على حسب البلدان في البلد الفلاني السيارة الفلانية هاو سعر تحبه والسوى من جهة أخرى طالب المختصون بسماح الحكومة استيراد سيارات نفعية أقل من ثلاث سنوات تشجيعا لشباب على العمل يبدو أن الإجراء الذي أقررته الحكومة بضرورة إيداع فاتورة المركبات أقل من ثلاث سنوات محل الاستيراد لدى مديرية الجمارك يهدف إلى تفادي التلاعب والعشوائية في وضع تسعيرة للسيارة من خلال استعمال الجمارك لبرمجيات رقمية خاصة للتحقق من الأسعار إذا ما كانت مطابقة لسلم أسعار السيارات في الأسواق الأجنبية لتأكد من عدم رفع المواطنين لأسعار السيارات المستوردة بنية تهريب العملة الصعبة إلى الخارج أو الخفض المتعمد لتسعيرة السيارات المستوردة تهربا من دفع القيمة الحقيقية لرسوم الجمركية المقررة تهربا من دفع القيمة الحقيقية المستوردة